قاعدة السابع مولانا اذا قبلنا هذا ان شاء الله الى غد فقط اطيك العنوان اذا قبلنا ان البعد الغالبي على الذكريه هو النزعة العقلانية كما هو المشهور الان يقولون الرجل الذي يغلب عليه هو ماذا هو البعد العقلاني وان كان لا يخلو من بعد ماذا عاطفيا وان البعد الغالب على الانثاء النزعة ماذا العاطفية وان كانت لا تخلو من بعد ماذا شنو عقلانيا طرحنا هذا السؤال على فرض قبول هذا الاسطل الموضوعي وهو ان الرجل الغالب عليه البعد العقلي وان المرأة الغالب عليها البعد العاطفي والقلبي والوجداني الى اخره هذا هذا فارق بين الذكر وبين الانثاء ولكن سؤال ومن قاله ان البعد العقلاني اشرف من البعد ماذا العاطفي هذا الاسطل الموضوعي من اين جئتم به كلما صار عقلاني لانه هي صغرى القياس الرجل العقلاني غالبة عليها هاي صغرى القياس كبرى القياس ما هي وكلما كانت العقلانية غالبة فهي اشرف وجودا هاي الكبرى من اين الان في اذهاننا اذا صار عقلاني يكون شنو اشرف هذا من اين اين ثبت قرآنيا هذا المعنى لقائل ان يقول ماذا انه كلما كان البعد العاطفي والقلبي والوجداني اقوى كان شنو شنو يخافون اصلا يقولوها حمال حقكم حقكم كان اشرف وهذه واحدة من اهم ابن عربي عند نظريتين نظرية بها بعد سلبي نظرية اخرى بها بعد ايجابي يعتقد ان المرأة في هذا مو في هذا البعد ان المرأة لقوة هذا البعد فيها فهي اشرف واكمل من الرجل هذا الفصوصة مولان هذا فصوص الحكم مولان فصوص الحكم صفحة الف ثلاث المجلد الثاني انا بيودي ان الاعزاء يتفتوا الى هذه العبارة يقول فشهود الرجل للحق في المرأة اتم واكمل لانه يشاهد الحق كذا وكذا الى ان يأتي في صفحة ستة واربعين يقول ولم تكن الشهادة فشهود الحق في النساء اعظم الشهود واكمل يعني شنو الشهود يعني يقول كل العالم مظاهر الحق فاعظم المظاهر الرجال والنساء يقول اذا قايسنا بين الذكر والانثى فالانثى اعظم واكمل مظهرا ممن ها من الرجل هالنظرية مطروحة وعدها ادلتها موت الصورون بين ادلتها القرآنية وادلتها ماذا الروائية ولهذا هو هذا الحديث المشهور الذي يقال عادة شوفوا اعزائي في المسند المصنف المعلل هذا الحديث من الاحاديث المشهورة وكل سمعه حبب الي من الدنيا شنو النساء لا يحمله جملة من الاعلام واقعا جملة من الاعلام يقولون ليس المراد من حبه للنساء البعد الشهوي الحيواني هذا البعد الذي يقول عنه رسول الله لانه يرى في المرأة ما لا يراه ماذا في غير المرأة ولهذا الرسول يقول الله حبب الي ماذا حب النساء جعل في حب ماذا بعد روحها اليوم اقرأوا الروايات كلما ازداد كذا في ولايتنا كذا ازداد في النساء حبه شنو العلاقة بين الولاية وبين شنو حب النساء واقعا هذه من الاسئة اللي البعض يتصور القضية الشهوانية هاي يروح الزواج اربعة وتسعة واثمه عجملا ما العلاقة هذه 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 بها بعد اخر بها بعد عرفاني بها بعد قرآني هاي نظرية مطروحة مولانا ولماذا صارت اكمل واشرف واحسن لان الغالب عليها ما هو شنو البعد القلبي ومن قال لك ان الغالب على المرأة اذا كان البعد القلبي فهي شنو ادوان واخس هذا من اين جئتم به هاي من القاعدة ها السابعة تقريبا هاي